موسيقى بلغت ايرادات السلطة المحلية في محافظة تاز أكثر من 11 مليار ريال كضرائب خلال العام 2021 لكنها تمثل 35% من اليرادات حيث يستحوذ الحوثيون على النسبة الباقية ووفقا لذلك فإن الحوثيين تحصلوا ضرائب من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في تعز العام الماضي قرابة 18 مليون و885 ألف دولار وأشر مدير عام مكتب الضرائب إلى جملة من القضايا التي تحول دون تحصيل الضرائب على الوجه المطلوب نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة جراء الحرب والحصار التي عكست نفسها على مختلف الأسعاد ودعا مدير مكتب الضرائب في تعز إلى أهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بمخاطر التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى مختلف الخدمات قال مصرفيون أن أزمة سيولة من النقد المحلي تضرب السوق المصرفية مدفوعة بالمزادات التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن أسبوعيا وسحبت نحو 200 مليار ريال من السوق منذ ديسمبر 2021 وأكد مصرفيون أن سعر الدولار بعدا سجل 1070 ريالا والريال السعودي وصل إلى 280 ريال وكان البنك المركزي في عدن أعلن الأسبوع الماضي أنه اقترب من ربط حسابات وأنظمة شركات الصرافة المحلية بالبنك المركزي والسكمل برمجة شبكة الحوالات الموحدة مصدر في وزارة المال يأكد أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية السكملات إجراءات توريد إيراداتها للحساب الحكومي الموحد بالبنك المركزي بعدا وعبر فروعه بالمحافظات أعلن محافظ شبوه عواض الوزير قرب السيناء في تصدير النفط من قطاع جنة عقب توقف دام لأكثر من سبعة عوام عبر ميناء النشايم الساحلي وقال إن إنتاج القطاع سيساهم في مضاعفة كميات النفط المصدرة بشبوه يوفر موارد من العملة الصعبة لليمن وأبدى تطلعه لمساعدة الأصدقاء والأشقال المحافظة في دعم توجهات السلطة المحلية في كفة القطاعات ومنها التنموية منوها إلى الفرص الاستثمارية الجذابة في المحافظة الغنية بالثروات النفطية والغازية والطبيعية والبحرية والساحلية والمعدنية ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بشكل لافت وكشفت بيانات شركة بيكرهيوز الأمريكية عن أربع منصات ليصل عددها إلى 495 منصة تنقيب في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يناير الجاري وارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 115 منصة خلال الأسبوع الجاري ترجمة نانسي قنقر